طيب بمناسبة كاس العالم كابتن محمود الخطيب اللي وصل بسلامة الله من يومين من رحلة العلاج اللي كانت في باريس وبدأ شوية شوية يحط يده في الشغل ويتابع الملفات المهمة دي يمكن جانب من استقبال سادة عضاء مجلس الإدارة له الأستاذ العمري فارول الأستاذ طاري أنديل والمهندس محمد سراج والدكتور سعد شلبي والزميل جمال جبر والحياء الكل والكابتن أسامة حسني كانوا في استقباله في المطار الحمد لله على السلامة كابتن بيبو والحياء كابتن خطيب وجه اعتذار وشكر لسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم اللي قدم دعوة لكابتن الخطيب لحضور مباريات كأس العالم في الدوحة كابتن الخطيب أكد على تقديره وامتنانه للدعوة الكريمة لكنه اتزر عن عدم تلبيتها في الوقت الراهن لظروفه الصحية وعوداته قبل يومين من رحلة العلاج تمنى أنه في حال تحسن حالته الصحية إن شاء الله يمكنه تلبية الدعوة بحضور أحد الأدوار النهائية في البطولة وأكد رئيس الناد الأهل على ثقته الكبيرة في القائمين على المنظومة الكروية في قطر ونجاح البطولة تنظيميا وفنيا لأنها بتقام على أرض عربية وحتكون الأفضل خاصة أنه كان فيه استعدادات وتجهزات وإمكانات كبيرة جدا لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير وتقديم نموذج رائع لهذا الاحتفالية الكروية العالمية بعد طبعا ما نقول الحمدلله على السلامة للكابتن اللي تركناه يرتاح مبارح وهو ما أصر أنه ينزل برضو ما كناش عايزين نلح عليه بهموم العمل إنما عايز أخذ من آخر كلام له أي ثقته في استعدادات قطر ثقته في الرسالة التي يمكن أن تصم إلى العالم من خلال تنظيم بلد عربي لهذا الحدث الكبير هو أنا ممكن أرمض حدثين ببعض ولا أستنىك فيه فقرة أخرى عندنا فقرة أخرى أستنى؟ أه طبعا أستنى وأنا قدر ما هنا أنا أشوفه أنت هنا الكوتش لا ده إزاي حاستان أنا الكوتش وأنت المدير لأن الحقيقة أنا قاعد مبسوط جدا أه يعني قاعد مبسوط هقولك ليه لما يجي معاد الفخرة اللي أنت طيب